يعني الحقيقة الوضع بعد هذا الحدث أو الحادث مربك ومرتبك بشكل كبير جدا الحقيقة الصحف الأمريكان النهاردة كلها تكلمت نيويورك تايمز قالت اطلاق النار يمكن أن يغير أمة اطلاق النار يمكن أن يغير أمة قدام حضراتك هو بتكلم عملوا لقاء مع بنت الرئيس رونالد ريجن وبتتذكر في سنة 81 عندما كان هناك محاولة لاغتيال والدها وكان لسه بقالوا كم يوم في الحكم 69 يوم وقصة مأساوية بتحكي البنت عندما حاولوا اغتيال الرئيس رونالد ريجن هذا الزعيم التاريخي اللي ساهم من وجود نظر الأمريكان في تفكيك الاتحاد السوفيتي وفقا لي البروسترايكا وما جرى مع جورباتشوف يعني صحيفة بوليتيكو الأمريكية بوليتيكو قالت صورة ترامب وقبضاته المرفوعة ستصنع التاريخ زي ما قلت لحضراتكم انه القبضة المرفوعة الى اعلى وهو بقول لهم قاتلوا 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 فاير 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 اعتقد انه زي ما بتقول بوليتيكو بتقول دي بتصنع التاريخ برضو بوليتيكو بتقول طريق ترامب نحو البيت الابيض بات اسهل لانه هذه الرصاصة بسرعتها حملت ترامب رغم كل التناقضات وكل مخاوف الى فرص اكبر يعني ترامب بعد الرصاصة على اعتاب يقف على اعتاب البيت الابيض ان قالت عنصران سابقان في الاف بي اي يكشفاني عن خلل في تأمين ترامب صحيح زي ما قال الاستاذ ماكشر قاوي وزي ما قال بعض السيناترز التابعين للحزب الجمهوري قالوا ان فيه خلل في المنظومة الامنية الامريكية وده بيأكده زي ما بتقول سين ان الاف بي اي رويترز قالت محاولة اغتيال ترامب قد تؤجج العنف السياسي في امريكا العنف السياسي في امريكا تاريخ تاريخ العنف السياسي في امريكا تاريخ العنف السياسي وقراء فيه يعني محاولات اغتيال الرؤساء الامريكيين اللي نجح فيها اربعة واحد مرشعة خمسة عائلة كينيدي اثنين وسبع رأساء امريكيين لما ابراهام لونكلين بيتم اغتياله ده العنف السياسي تاريخ العنف السياسي الامريكي ده اعتقد نتاج دراسة بلونبرجي بتقول انتشار المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة اغتيال ترامب بالناس كدير بقى تكلمت طبعا يعني فكرة الشائعات وبث الشائعات مش فكرة مشرقية فقط او مصرية فقط حتى المكتمل الامريكي بسرعة يتكلم وبسرعة الناس اشتغلت بسرعة كل واحد ادل بدلويه بشكل خاطئ مما ادى الى كثير من اللغط خلال الساعات التي تلت محاولة اغتيال الرئيس بايدن طبعا بعد ساعات من الهجوم ترامب بيأكد على منصة التواصل الاجتماعي تروت سوشيال ان الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصور قال النهاردة الراجل بقمة الايمان يعني اهو قال ان ربنا اللي حماني وربنا اللي حفظني وبعد المحاولة بسرعة مليارديرات امريكا وقفوا مع ترامب يا بختك يا ترامب يعني ترامب دا ام دعياله فعلا ام دعياله دا ام دعياله الراجل فعلا في وقت حرج وقاتل يحصل هذه المحاولة وتفشل ويقط على قدميه بعد ان يعني كان جاثما على ركبتيه يطلع ويرفع ايده وهذه الصورة التقط وعالم امريكا حوله والخدمة السرية موجودة بتحيطه ووجهه مخضب بالدماء وبيقول هذا كلام يصبح بطلا قوميا امريكيا وبيعطي ويرسم صورة ذهنية وانطباعا لدى الامريكان انه هذا هو القائد الذي يجب انه هو يصل الى البيت الابيض وبسرعة كمان ايلون ماسك اغنى رجل في العالم صاحب تويتر صاحب اكس وصاحب شركة تيسلا بيقف ويقول انا من هنا ادعم الرئيس ترامب مش بس ادعمه عشان اصابته او عشان محاولة اغتياله انا بدعمه وبقف معاه في الانتخابات وكمان بيل اكمان بيقيد ترامب ومستسبرون كتر يعني غير الملياردير الامريكي ايلون ماسك ايضا بيتكلم عن ترامب بشكل فيه نوع من يعني اللطف والعاطفة الانسانية مارك زوكربيرج صاحب فيسبوك وميتا وايضا او رأساء شركات التكنولوجيا كلهم الحقيقة زي تيم كوك المدير التنفيذي لتيم كوك وجيف بيزوس كل دول اتكلموا ورئيس مايكروسوفت ايضا ومؤسس شات جي بي تي واخرين يعني كل شركات التكنولوجيا بيقفون مع الرئيس ترامب وبيايدوه بشكل كبير جدا وتحول التعاطف الانساني الى تعاطف انتخابي وللحادث ما بعده زي ما قلت لذلك الوضع في اوروبا ايضا بينظروا الى هذه المحاولة بدهشة وصدمة وبيقف الاوروبيون لينظروا ماذا يجري فيه الولايات المتحدة الامريكية والعالم كله في حالة صدمة نهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الامريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب واذ اؤكد ادانة مصر للحادث اعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب واستكمال الحملات الانتخابية الامريكية في اجواء سلمية وصحية خيلية من اي مظاهر الارهاب او العنفي او الكراهية ده تغريدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خليني قبل ما اطلع فاصل الحقيقة انا لسه راجع من واشنطن حالا يعني يعني دوم جهست وجيت لحضراتكم الحقيقة معرفة زميلة عندهم صورة انا كنت محضر قمة الناتو والشوارع الامريكية يعني مدشنة باسلحة وآليات عسكرية ومصفحات داخل الشوارع الرئيسية في واشنطن دي سيل عاصمة يعني كنت متخيل دي المرة الثالثة اللي روح واشنطن الحقيقة انا بروح نيوكي على طول عشان اليوئن لكن دي المرة الثالثة اللي بوصل على واشنطن دي صورة انا صورتها وانا ماشي في الشارع رايع على قمة الناتو ماشي لان زي ما شايفيني شارع فاضية ممنوع للعربيات التقطت هذه الصورة شايفين الدباباء المصفحات الشوارع الامريكية كلها كده عربيات مصفحة همر وغيره لأي عارض كل الشوارع الامريكية مغلقة طبعا عندهم اربعين رئيس دولة موجودين عشان اجتماعات حلف الناتو لكن فكرة انه الجيش في الشارع مع الشرطة مع الخدمة السرية مع الاليات العسكرية معه معه دي مش موضة شرقية ولا لازمة مصرية ده في قلب واشنطن دي سي اه قدام حضراتكم صورة اولا انا صورتها وانا ماشي في الشارع اه